يا سبت جمر احنا مش كنا متفجين الوكل ده حنش هيعهولهم كل اسبوع ما يمكن ياكت يكون دياب دي بدأ ياكل ومال ما ياكل يعني اول ما ياكل حياكم اكل بيت بنتك لا بايت ولا صابح يا سبت الحقيقة مش جالك مفيش وكل حيخش له من اصله ما يمكن طلع اولا انا بقول ياكل وحتى لما طلعش اوله معرش الابوهات عشان انا جعل يتبوعات حايد بقى تقول لك دياب عشان وحسن عزيعه لا شخد مرة ديبس بعد دياغه وتسبوع ديما تفد طيق عضصة ويمكن يكون رب نخد بيده تطلع يا رب عشان هدت حيني باش طيل يالله اختي عشان متاخريش يا نا مالشبه مكتوب علينا في الموضوع ديك يختي بلاش الحديث به عشان مطيعش حسنتك حاضر! بس على الله لاجي السواب ديك بس لاجيه ان شاء الله وانا يعني كنت حظامة لقال صحبي وزا ما انت واحد يجي فيه ما مبطلاش ووالله يبديه على أرضي اصيل والله ربنا يبارك فيك عليك يا عمي عليك مراعي حاج صحبك عليك يا أخي طب هو جه ما حظك بالصحبك لكن انت ايه خليك تغيبانك بحاجة يديك اني ما كونش انت الأصيل ربك والحاج اللي يستاهل الشكرانية حاجة تاني مشانك هو اللي نبهني هو برضك أصيل وربنا نريك لك فيه يا رب وطمنه وطمنه وقوله ربنا كتب السلامة لدياب وابوه انا كنت عندهم برحة مشتشفة كلها يمين وطلعوا دياب من الحجة المخصوصة اللي كان فيها دي وكما علاجه عادي يعني وابوه خلاص حاشب مشتشفة بعد مطاب بوش نتخير والله أصلا لما رحت لهم أبوه صح كانت حاجه جين لكن هو كانت حاجه متأخر لا مخلاص دا تحاس انا بيجعال مش خالص يعني انا مهورط الحسام الأول طيب معيش ساي حاجة للأرض او ليه حده تكريني حاج جريف العز طيب سلاوه عليكم عليكم السلاوه وحمد وبركاته ترفضي حاج ربنا كاتر من أمسالك ربنا كاتر من أمسالك ربنا كاتر من أمسالك عبنا كاتر ربنا كاتر من أمسالك حاجه كامل حاجه كم بالقبس جريف العزار بعد قلبي موضع في رجلالي اه واناية فوشت ناسل لحد يارفني وانا مسانيان عموما الحمد لله بقول لكيس بتقمر ماكيز يا دالة العمايل اللي احنا بنعمل هديك ليه بس يا بديح ماهان اللي بتعزب جوه وبر جوه وانا بعمل الواقل وبره وانا بود الواقل للمخف السواق ماهو عشان حسنتك تبقى عند ربنا كبير ماهو لو كانوا ناس يستاهلوا الحسنة انا كنت اقول ليه هما مايستاهلوش ما مايستاهلوش لاني احنا لا نعرفهم ولا ملزمين بيقهم وهي الحسنة تبقى سبك ده بردك يا ستة بعض اخوكي جانب الواجب وقت يا اختي وانا بديو مالو انا الخير اللي بعملو حيصاني يضربو ايه طب بقولك يا ستة بعض ايه فيه خي تاني ايه هو الحال دي تشيع لهم فلوس مراحلة يشتلوا بها واقلة يكلوها هي زاد نفسية هم حرين من ناحية يبقى صدرنا ومن ناحية تانيه يبقى شلنا الخوف وتعب خوف من ايه لحد يوعال ويعرفني يبقى فيه من سؤال وسؤال وساعدها يربطوا بين اللي عملوا بها اخوكي وبين ديه وساعدها ما ندور به بقولك ايه انا مليش دعوه بحد سامحة ايوه سامحة وبعدين مين جالك انهم حيكبر اخلص اللي يعني زي العمل وديب ديه لازم ان تكون نفسك عزيزة وما يتبرشش سطد العقلي ابدا اما موضوع الوقت ديه حاجة تاني شوفيا بديعة اللي يعني الخير لازم يتممه للاخر اجده ولا لا يعني انت مش عاوز الصفقة ده يا سادي ده حاجة مش حكاية عايزة ولا مش عايزة ساعد الباشر اما الحكاية ايه انا حكاية انها مش مقسمة برضو ليه نصيب بقى يا ساعد الباشر لا الزوية كده انه استغنى استغنى؟ استغنى حظيمة ساعد الباشر ده اسمه كلامي يا سيدي ربنا يزيدك ده مش حسد حسد ايوه ما بتقولش كده ساعد الباشر طب والله العظيم يا باشر انا ساعد الصفقة دي على عيني طب وايه اللي جابت يا اخي ازا كانت هي جايلك على طبق من ده انا قص دورت وطقاص يا باشر لقيت اني معنديه سيولة كافية عشان ادفع جمارك العربيات ده مرة واحدة واخرجها من منطقة الاولى يا اخي ده انت اي بنك بضمان عقدك معانا يتمنى ان يموذك يا باشر هو البنك هيدهالي كده يا باشر الوجه الليه ده حياخد مني فوائد قد كده ده غير الحقيقة ساعد الباشر يعني حاجة نفسية كده انا ما بحك بش هتعامل مع البنوك بيقولوا حرام ده غير بقى انها هتسبب لي مشاكل مشاكل المادية انا مش هداها ساعد الباشر مشاك ذي ايها مع الضرائي بقى باشر هتفتح لي بقى ما يتسادش يعني اذا مجيت من فوائد البنوك مش حنجم الضرائي ويبقى اللي خده باليمين هدفعه بالشمعين مش هفضل بغير المشاكل يا ساعد الباشر قريب غلطان انا في كلام ده يا باشر ما عرفش انت اضرب مصلحتك بس اعايز اقولك انا حاجة انا مش مقتنق اللي انت بتقوله ده خاص ليه ليه بس يا ساعد الباشر ليه؟ من غير ليه؟ على اي حال يمكن عشان تبقى من نصيب صاحب الاسم يا ساعد الباشر شرفت يا فني ليه يا بستاذ تضايحة من ايدك حمالين كبيرة بالشكل ده؟ نصبها كده خلاص بك يعني ايه نصبها كده مش فهم يعني ايه نصبها كده؟ خلاص بيش عادوا هدى حجمان هي نصبها اللي كده؟ ولا مندور بايه؟ هو اللي حكم عليك بكده؟ عيب عيب بطل طولة لسابة مانوش لازمة الكلام ده؟ هبطل طولة لسابة بس فهمني ليه؟ انت من قيمت هتحشر مناخيلة في تقصيل شغلها استهانم ومحشرش مناخيلة ليه؟ هي مش مصلحتنا واحدة والخير لما يعم مش هيعم علينا احنا لقدان من قالك انها فيها خيرة استهانم؟ يعني هي العملية ممكن تخسر؟ هتفتع علينا ابواج وأنهم ليه تفعل الشر؟ لان العملية استهانم فيها ضرائب وبلاوي احنا كده مداليين سيبينا مداليين الله يكرمك انا خلاص عليك ده؟ الخطة طبقت اه الحمد لله جلب وانت دكتور اش 30 عام تعرف لا بس هي لينا عنده ها لا ما تبينش دي فانت تأجب زي بزي حيطى اللي جارك دى هو يتلكلم على نفسه واطبطها الطبعة The Mas weak ليسا ما قالش هو Anderson يا� abre تكلم توضع على جنب بها المراني خلاص الحمد لله جلبك يعني أنت مه تتتلمش إلما يديك الاسن لا، أصلا هو، كما نقول جنابك، خزيان من اللي جرانه الوادة، أب بغداني والله يا همي مضحك يا همي مبكي، بالكم لو لو واحد من ربيله، لو جوز عجوه، كان أصطح بمنيكم ليه بس جنابك، طب علينا نعبي، هو يبعى تحت يدي ودر رفضي دي، ونقابل بصوت نصحلي، حفر جعليك من قرارك ها؟ أنا قلت ايه؟ حفر جنابك، ما السلطة عليك نرح ليبك، ما تحيني مني مني هالي؟ كل شيء بوقته، هو جنابك لنزل مصر؟ اه، عندي ساعة تتمانية؟ لا، بس، بس عشاني، هديك عرفت؟ تقومون من حاجة جنابك ومنتغاير؟ أخبار يوفات ايه؟ طمام، والخطات شغلاء؟ لما يتخلصت له علبوهم، حاضر جنابك وأنت يا جميلة للمة، قبل ممشي، متأكد مش عاوز دكتور يشوفك؟ لا لا، أنا زيج لك طيب إلا تقولوا من قدام يدينوك؟ ما تأخرونيش اكتما متدعم مع هذا الطيارة سلام عليكم وعليكم السلام وعحمكم الله وبركاته أنا مضعب ايه؟ فضل؟ يا ستاني، أنا شدني في العاصة كل هذا، خير؟ فضل؟ فضل؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا دكتور، اتفضل؟ متشكر يعني نازم تخلينا نبعاتلك مرة واثنين عشان حررتك تتعطف وتتنازل وتشرفنا؟ من فضلك بلاش أسلوب بتخغطوا بتماعينا؟ أسلوب إيه ده ان شاء الله اللي مش عاجب ساعتك؟ أسلوب الصخرية ده والله يفي ناس كتير قاوي يتمنوا ان احنا نعملهم بالأسلوب ده ويحمدوا ربنا عليه كمان بقى ساسلوب تاني كتير قاوي عندنا غير الساسلوب تاني ايه اللي تفضل ساعتك؟ لو حضربتك ما مكنتش جيجت النهار ده؟ كنت تعرف واحد منه؟ ايه ده؟ ده تأكيد ولا تخوف ولا ايه بزبط؟ والله يا دكتور انا مش مطلب ان انا شرحة لكل حاجة انت فهم زي ما تفهمها؟ علشان كده ما تأخرت كنت مضطررت ان لنا بقى هم مشكلة انت تفهم ان المسألة دي اختيارية بالنسبة لك؟ لا اكده كتير انا مضطرر ان لنا شيء تبجرب كده؟ يعني ايه؟ يعني انت فاكر نفسك انك هنا في زيارة قدية مثلا؟ اموان انا ايه ممبوض علي؟ انت مضطرر على التقليل شوق ايه؟ انا ما عملتش اي حاجة علشان تستطيعني للتحقيق اي شيء ولا عندي اي معنوات في اي موضوع انت بتحسوه والله انا للا احد الدي طب بتفضل حضرتك اسميني في اللي انت عاوز برضو انا لا تقرر الوقتك يا فنن مم انا او استاذ جريعي مش رجل من الشارك بص حينا عمدين انا كل المواطنين سواسين على الاقل الراعي ان انا انا ورية شغل ما انت برضو انا شغل لا دكتور واذا كنتم تحضرتك ايها اللي عايزة واب لازم يوفي بكده انا ممكن انا ديك لا انا مش اشتاك يبقى حضرتك تستناني في القوضة بتاعت البلولوكامين الجرب مني دي لحد ما ستعيك دكتور انت تتفقد ان انا اعملها بتطريقة دي تقولي عايز تروح فين؟ زي ما اسمعتك تيه عايز تروح بيطر الدكتور المطري؟ اه ليه؟ عاوز اتجابل المرضى اه اه وانت عشان كده تجب مفصل المرضى؟ ايوه ولازم يستناني عشان نجب في الموضوع الده النهاري هو لسه مفتوح اشتي بتقول تقلي المرضى بغيشة الدنيا؟ يوم ده مفتوح وخصوص سيفة من الدخلي يا طلبة تلك انا بده تفاهم لا يفاهم بيه مفتوح بيه اه انت ايه هتخلص عليها؟ اه تخلص عليها ايه؟ ايه 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 من ميتة ولا بقسي الحقيقة اه يعني هتقدنها بس ولا بحكة انا الحقيقة ما بقيتش شبابة من خلص هفاهمك بعد ما بقيتش نهديها وقت من مقابوليتي معاها بس احنا بعيدة عن الشبعة ما عدش يعرف تلاقيتنا بيه غير غير الدكتورة عامداني قداء ممكن تحيب تحبه ودخل وابه كبان ما تتلمانش ما تتلمانش ايه؟ من رعين طا يعني لا اني من البوليس مش هيحفر فيه ان الموضوع عدده ويوصل لخيط خلخل زي ايه؟ زي مثلا ان يكون المرحوم جال لمرته هو راح فيه معامل ايه في المرانة الاولى لي لك انجل يا كنب سعلمونة يمكن ما حصلش ربط لكن حيحصل وصلاك انت ما بتعرفش البوليس زي يمكن كمان ايه كنبت نسيه وحقف افتدك اكتر من اعتمار الثان انا بصاح ده ما بحبش الاعتمالات يا سيدي حتى على الفرد هو حلاي ملوش بصر بس برضك الحيال ما يصيش يدوش يعني انت ناوي تقولاه ايه؟ اهو اللي يا ربنا يجدرني ايه؟ مجنع ما انظر بيه الله يخاف انت مش واثق فيه ولا ايه؟ يا سيدي واثق واثق فيه بس اعني مش واثق بالعفعل اللي انت حاليا انت بتعملها طم يا أم يا ألم احنا عرفت لك يسجوا مارته دي وخلق صوفه معاه عارفها من ايه؟ من كلامه عننيه احنا معودين للبلد وقالي انه منوح ليه بكت الشيء وقاليك كمان انه هو منفسه يهاجر انا من الملد احنيه ما ما كدراش علمه يا أم احني انت عايز رأولها انت انت تعرف يعني ما انا هااااا ام بيه؟ تعرفوا من ايه؟ مش بتبكوا كانت معاه في سؤالات تاني وحتى لو في سؤالات تاني انت عددك عن الافتماك قديم شبك المفيد الموامد عايزه اللاينك انت دي لو تبصني الفندوق اللي انا نازل فيه وعدينا ندبر حالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افتح منك عارفين بكين يكونوا نو السلام عليكم يا ستاك وعليكم السلام يا عام حجاز خير في ايه؟ حضر في تعودة بيسأل عسلة عيدة اوه من دينين؟ انا مجزتها حضرتها مجدودة بابا حضرتها منين؟ مرسان مرسان منين؟ بابون لحضرتك لكن مش انا على لقتين ايبا سينا من درسة وحضرتك تفضل من غير معرفة انت امين؟ لبقى اخياني انا اتنين ستاك قاعدين واحدين انا فاهم ستاكاني وفاهمك وصول بارتك ولا لهم اللي جعلاني انيه مصطح عليكم ومصطحة مهمة الجود كمان وكنتش عارت نفسي واصل المجرسلي ده طب فيها حاجة يعني لما تقول لنا حضرتك مين؟ ما هو جال لكم عام حجازي ده ان انا العمدة عمدة ايه؟ وش مهمة عمدة ايه اه؟ اللي مهمة انا جاي ليه؟ ها، هاتك كله هو نلمشي اتفضل يا عمد تشكر يا ستهاد يا سات اتفضل يا عمد طب أه استنى ما عدرتكم انا لا تستنى ايه يا راجل يا طيب انت؟ ده احنا حنتكلموا كلام خصوصي اتكلم الله يا عم حجازي ولا انت وعيه جدا انا شخ ما انصر؟ ما تأخذيش يا عمدة لا على ايه لنا مبسوط من ايه الجوي ان اتخايف على غوانك ده وحشوف اكون منازل برضه ربنا شحيك انا عمد فتل انت يا عمد السلام عليكم تفضل اخلهم يا عمد دول بلادك دولة ستة عيدة ايو ماشي ربنا يخليهم لي تعيش يا عمد تعال يا حبيبي خد يا خدي يا عمد دعويدنا عهد يا ستة عمد ندي العيالة صغيرة فلوس نفرحهم بيها وخدي كمان يا حبيبي لاختك ماشاء الله ماشاء الله شبها يا عمد يلا يولين اعلم جدي تحت امرك يا عمد صلى يا عمدي عليه الصلاة والسلام ايه دي عمد؟ زي ما توعين فلوس ديكم هنا هنا احنا بتعديدني حقول لكم حال لكن انا بس اللي حقول من غير مطقة مقترب اني اجرب على اي وسؤال منيكم ماذا وإلا اخد شنطة ديد اللي فيها وعاروا بمطرح مجيب محترفوش انا مين ولا تقدروا توصلوا لي واصم ولا اللي حصلت دي حيتكرر تاني واصم قد دي حتبوا خسرتوا الجلد بالسجرة يعني ايه دا يا عمد؟ يعني اللي اسمعتو دي ولي اقولوا شخص هاخدونه ها لا قولي عمد مش نسأل انا خابر ظروفك والفلوس دي عشان تعودك مع غياب قتلكم بتجمر حياتكم ايه دا هو انت عارف هو فين؟ دا احنا بقول ايه مفيش سؤالات هو سؤال واحد بس الله يخليه هو عايش ولا؟ هتفرج معاك يعني؟ طبعا هتفرج فيه؟ على الأقل العرب؟ بعد ما تعرفين انا مستعد أقولك لكن يوجه شرطي خاص ما تحققش واخد الفلوس فوقش نعم تختاري الفلوس ولا تختاري أقولك يا ستة عايدة اذا كان الدكتور مات فانتو عايشين والحي أبقى من الميت واذا كان هملكم بخطره يبقى هو اللي اختار هجر وتبقى المركب اللي تود صح دي ولا صح عشانك دي خلونا في المهمات الفلوس دي زي ما قلتلكم هي اللي هتجبروا حياتكم ولا الحوج على الفلوس الحكومة ولا معاش ولا وجه عجل طب الفلوس دي ميه؟ منه؟ وبردك تبتسى ليه؟ السؤال الوحيد ده هو بس يوم السؤال الوحيد لي حاجه وبعليه مش ديه؟ همال اي يوم؟ تبتسى لي شرطي ايه؟ عشان يتم اللي انا بعملو ديه؟ ايه شرطك يوم؟ تروح للمباحث تقول ليه هم هو خلاص كلا لك منبررة وطمني بشيعة لك الفلوس حيشيعة لك شهرية منبرر المتصام منبرر نيه يا عمد؟ ايه حياتة هجاملة امريكي واسرائي ايه بلد سكيتة اليووح ميرجعش رايحني بس وقولي الاول يا عمد الفلوس دي منه؟ منه منيه وكليبتو حاجه المهمة قلتو ايه؟ الموافقين على شرط ديه؟ الموافقين؟ طلب الموافقين يا عمد موافقين مستعي ايه؟ لا اسمعها بودني موافقين اهو كده العاجل زينة حلالة عليكم عام والعلمكم انا عارف ان كنتي روح لباحث وغفرتي في الشرط والله وموافقتيش ستاعي ديه انا انا ازعل منك وانا ازعل يعفش جوي 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 سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ها اشتركوا في القناة 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 عرض كلها يومين ثلاثة ويبقى عنك مع السلام المعنى المهدد يساق يساق احنا قوله ايه مشكلة لنا بلاشك كافة في تلفونات الدول بيتكلموا بتلفون معهم وطم انهم فاش حاجة تلفونك تلفون ايه صار سليم الطم وبعدك انا امتفل معا عسيم يا اخي ان احنا كنا نتكلم على قطع ضياف سيارات ودايما يشجع فيك بتجارتي ولا ايه اه ماشي وعارسي عايز مدد اه قولت ايه واديني مروح عتبها لك الليلة وابديك خرم ايه 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 هي ايه 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 ام ايه 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 الزباط دول ما بيسدوا أضيئة عندهم وتتقفل تتقفلهم؟ طبعاً فهو يعني خلاص ما تتقفل موضوعنا وعيدلهم؟ مهرب يا ماما لنا وقاها ستين ألها عنهم بعض الأولين بباك تباكين بشعور القرآن فقول لك لاش تفكر كده والنبارضة ايه؟ ايش كفية؟ يا بو إنوها بجاشي ببكر هاي في دم مرصلي حصاني جدامك يا عبد ايه يا رب قالت بحدي وشك ريليك يا عبد مرطينة حديثك إنشي في الكامر وبيبطلش معايا يا عبد يا عبد تكامل لزان بس يا رب دلت أنت بنحضش بالزمن حتى الحدي في حديك إخيان معنا آمي ربنا نشادي إيه؟ يا بو إيه؟ ما عب أزك يا عبد بيك زي ما انت رايي لا انا تتبقى قوة بعد الإصابة جادي للجعب حشر بالأول لا انا كثير كثير علي حالة الحنية إلا يا أبو دياب ماذا يا أبو مطعم؟ ايه؟ هارفين اللي عبروها فيا وقول لهم اتشكرتهم جسدار بالحنية لا 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 تقني لاتي شرهم العرب والكلام اللي بضع الحنية يا أبوة تتصرف لحي لا يقع حاجة تاني يعني ما يعنيش تشفش مالك كتاب دياب بس مالك أبوة لقد تفنشتش مالك لقد تشحتك عزة سمين وعرض يعني يا أبو دياب ما تتحازش حلقة عضاي الصعاد تروح الحمد لله السلام يا أخوات الحمد لله كله طمام اسمع انت تروح دلوك الجبل تخلي رجالة يخضوا منك لا صغيرة تروحوا بعربية ملاكة دلوك ها دلوك عندي جنابك مانع لا بس أسطميني حيا خضرها بطيئة ما ليكش صالح انت تنفس اللي أبوك عليه بس حاضر جنابك لنا نفس اسمع وتفوت على فاخر به من دلوك وتنبه عليه يكون عندي جبل الفجر بعربيته وسواقه انك ديها أنا فهمت طب الحمد لله يا سيلي اللي فهمت يلا عاجل دوبك مضيعش وقت يلا عاجل دوبك مضيعش وقت يلا عاجل دوبك مضيعش ها 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر